كان يوم مبارع على مستوى كورت القدم على مستوى المنتخبات أقصى من رائع منتخبنا الأولمبي بيفوز على البرازيل منتخب مصر بخلاص حط يعني رجليل اتنين نقدر نقول في نهايات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون فكان يوم يوم جميل وإن شاء الله بإذن الله نتطمن على أجاييه أجاييه يمكن هو القليئنا شوية النهاردة في الإصابة لكن إن شاء الله نتطمن عليه بكرة ويكون جاهز إن شاء الله للفترة اللي جاء إن شاء الله كانت سايد يطمن عليه فقر بوقت أجايب بس فيه برضو اتنين من اللعيبة النهاردة اللي بيكملوا تنفيذ برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة محمد هاني وطهر طهر محمد طهر النهاردة الثنائي أدوا جلس التأهيل في الجم على هامش مران الفريق الجماعي محمد هاني قلنا بيعاني من جزع في الرجبة طهر محمد طهر بشتكي من مزقف العضلة الأمامية فإن شاء الله يرجعوا برضو فقر بوقت وألف ألف سلامة كمان محمود متولي طبعا محمود متولي مدافع الفريق غايب بقاله فترة طويلة جدا النهاردة بيقضع كمان لفحص تب بيشامل على هامش طبعا المران الجماعي ليه فريق كرة القدم محمود متولي تواجد في مقر النادي بالجزيرة بيقضع طبعا لبعض الفحوصات تحت إشراف خالد محمود ده طبيب الفريق بينشوف المستجدات حالته إيه وصل إيه نحن عارفين أن محمود متولي كان عنده عملية في الرباط الصليبي مؤخرا تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي وطبعا أنتم عارفين إصابة الرباط الصليبي بتاخد على الأقل ست شهور لكن يعني هو عمل عملية بنجاح كامل فترة الاستشفاء وأعادة التأهيل فترة مهمة جدا جدا لأن كمان محمود متولي من اللعيبة المميزة إن شاء الله يعني يرجع بألف سلامة يكون قوة وإضافة للنادي الأهلي في المسلم يا رب يا رب يا رب بدر بنون صفقة الأهلي الحديثة أحدث صفقات النادي الأهلي النهاردة وصل للقاهرة تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية لفريق النادي الأهلي هاي الصور هاي في المطار بيستعد لمنافسات الموسم الجديد إن شاء الله للأهلي والأهلي يمكن طبعا كلنا حتى باعنا أنه أعلن انضمام الدولة المغربي بدر بنون قادما من فريق الرجاء النهاردة عقده بيمتد الأربع مواسم النهاردة برضو وقع على كل العقود زي ما شفنا في الصور اللي انتشرت على مواقع الاتصال الاجتماعي بعد كده راح المغرب كان بينهي كافة الإجراءات كافة الإجراءات أو يعني كافة متعلقاته قبل ما يرجع تاني للقاهرة النهاردة علشان يبدأ مشواره مع النادي الأهلي طبعا بدر بنون غني عن التعريف من اللاعبة الرائعين اللي تعاقد معهم الأهلي وإن شاء الله يكون إضافة قوية جدا للفريق في المباراة اللي جاية وهو واعد جمهور النادي الأهلي بكده بعد إن شاء الله نهاية دوري الأبطال إن شاء الله نحسم اللقب وينضم بنون لكتيبة النجوم ويساهم أيضا في تحقيق الإنجازات